هو الحركة الحزبية هنا يعني لما تيجي تعال نبص الشخصيات العامة ربنا يديهم الصحة جميعا وطلط العمر وده له معنى مش مبطن معنى واضح أستاذ حمدين ربنا يديله الصحة دكتور سامير عليش ربنا يديله الصحة الدكتور عبدالجليل مصطفى ربنا يديله الصحة فسألاء الخيام ماشي يعني في النص فاطمة خفاجي دكتور مصطفى كامل السيد إحنا بنتكلم في أعمار من فوق ربنا يديهم الصحة جميعا وطلط العمر الحالات اللي زي كده فلنكتفي بكوننا مفكرين ومنظرين وأسماء حلوة وجميلة وبتاع ممكن أعرف فين أسماء الشبان هنا الشبان بالمناسبة ما بقوه الشبان ده كلهم تخطوا للأربعين ده أنا مش بكلمك على شبان بجد مش على 23 و25 و30 و35 ده مفيش ولا واحد هنا سنه أقل من خمسين سنة لا مفيش حد سنه أقل من خمسة وخمسين سنة ستين طب هو فين التدول في السلطة داخل الأحزاب التي تصف نفسها بأنها حركات ديمقراطية والله أنا بتكلم بأمان فين مش موجود احنا بنتكلم من خمسة وخمسين ستين لو أنت طالع هتيجي تقول لي ما هو مش بالدره يكونوا هم دره أساءل الحزاب قولك طب هو عملين هم المسيطرين ولما كانوش مسيطرين أمالهم ماضيين على البيان ليه يعني احنا بنعمل تأميم للسياسة لو مش معايا خلاص تنهار السياسة في مصر ينهار العمل السياسي في مصر فلتنهار الأحزاب في مصر وبعدين في الآخر خالص لما أجأ ألف ألف على راجل زي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبتتكلم على بالمناسبة ده أول حزب ويكاد يكون الوحيد اللي هو عبارة عن تطور للأفكار الاشتراكية في مصر مصر الديمقراطي الاجتماعي الحزب اللي عنده رحبه فكرية أكثر اتساعا من الأحزاب الماركسية والشيوعية واللينينيين وطبعا وأكثر رحبه بكتير من التروتسكويين إلى آخره انت بتتكلم على التطور السياسي بتاعت هذه الأفكار اللي حصل في أوروبا فينقله المصر الديمقراطي الاجتماعي لمصر في سابقة بصراحة أنا كل ده وأنا مش عوده في الحزب ده خالص ليه في عشرات الأصدقاء طبعا واتشرف لكن أنا بهاجم مرشح رئاسي بس عشان المرشح بتاعي ما كملش بس لأ وخد بالك ده من نفس المعارضة يعني أنا بتكلم هنا على مرشح من مربع المعارضة حد يا جماعة سيق عليكم النبي بجد يقول لي فين المنطق في هذا المشهد تحالف يقرر عدم دعم مرشح واحد ويقرر انه الموضوع يتسبع السبه لا لا ونفس التحالف يقرر ان يهاجم حليفه لمجرد ان المسيطرين عليه مجموعة من الأسماء مجموعة من الكينات خدت قرار انه لو مش الراجل بتاعنا احنا هنقلب التربيزة المسألة محتاجة التعامل بحكمة التعامل بحكمة انا اعول جدا جدا على الاستاذ متحة الزهد اعول جدا على الاستاذ حمدين يا جماعة اتعاملوا مع الموقف بحكمتكم وبخبرة السنين السياسة ما بتمشيش كده وحضراتكم عارفين يا استاذ متحت انت راجل قديم وفاهم وعارف انه مش فريد اللي يتهاجم احافظة Sisters مش فريد زهران اللي يتهاجم مش فريد زهران اللي يتشاوي مش فريد زهران اللي يضرب له كرسي في الكولوب يا استاذ حمدين مش فريد زهران اللي يتخبط فيه اسفين ليه اقعدوا مع بعض بك حركة مدنية واتفقوا على دعم فريد في النهاية الانتخابات جاية جاية وفريد في السباء يعني في السباء اتفقوا على انه ادعموا الراجل اتكلموا مع احزابكم اتكلموا مع شبابكم اتكلموا مع القيادات اللي موجودة عندكم على الارض زي ما بيتقال اللي بيحصل ده اكبر غلط يضرب العمل السياسي والحزب المصري ما بين قسين المعارض في مقتل دامي دي ضربة تعمل نزيف حتى الموت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بس انتو اللي بتقتلوا مشهد سياسي بازغ اللي اتعمل في الحوار الوطني انتو بتموتوه دخول مرشحين معارضة للسباق الرئاسي انتو اللي بتوقدوه اللي برالين يكسبوا اللي برالين ما يكسبوش هي معركة افكار واصرع سياسي ومش هسميها اصرع سياسي كمان تنافس سياسي السياسة مش كده يا جماعة شفتوها فين والله بجد شفتو ده فين يعني ايه المشهد اللي شبه ده في انجلترا ايه المشهد اللي شبه ده في فرنسا ايه المشهد اللي شبه ده في امريكا ايه المشهد اللي شبه ده في ألمانيا ايه المشهد اللي شابه ده في اسبانيا فين هتلي مشهد واحد يتشابه ولو من بعيد معارضة بتشرح في نفسها معارضة بتهاجم حلفائها وضع مأساوي مأساوي انا اشوف انه ده كان متوقع جدا بصراحة جدا من اللحظة اللي شفت فيها عدم توافق على مرشح واحد جوه الطيار المدني والله كل اللي عارفيني تقولون دي مصيبة دي مصيبة ازاي واتكلمت مع ناس في المصر الديموقراطي وقعدت معاهم واجماعة كلنا يعني مش مهمة كنا فيه يا جماعة اعيدوا الكلام تاني مع الطيار المدني غلط لازم كله يقف وراء فريد كله